أهلاً أصدقائي مؤخراً وجدت نفسي أستخدم كلمة نية ونواية بكثرة ولا أعرف لماذا ونويت أن أسجل الحلقة وأتكلم فيها عن النواية أتطرق بشكل مبسط إلى ما تعنيه كلمة نية ما سرها، ما نفعها، ما تأثيرها لا أخفي عنكم أصبحت أعيش في الفترة الأخيرة حالات من التشكك والحيرة وعدم الثبات ومع ذلك من بين جميع حالات عدم الرضا والضياع وجدت شيء من الممكن أن يكون مخرج وطوق نجاح وهذا الشيء هو تحديد النواية تحديد الأهم، طبعاً الأهم والمهم، وأهم المهم هو أنت يعني نحن هنا في سلف بلوم نتحدث عن العيش بشكل أفضل وهو ما أشير إليه في هذه الحلقة بالنواية الجيدة فالنواية تتعلق بك كشخص وهي شيء يضيء ذهنك ويرشدك في حياتك ما هي النية في الأساس؟ النية هي البداية، هي البذرة الأولى التي تملك قوة خفية تكون في البداية فكرة ثم يتم ربطها وتفعيلها بين العقل والقلب والنية شيء مكنون داخل القلب، يعني هي أساساً مكانها القلب لو عرفنا نية، ممكن نقول هي العزم، هي الحاجة، هي الطلب والحافز الخفي الذي يعمل بصمت حتى يوجهك لعملك وهدفك ويوضح طريقك إنما الأعمال بالنيات، فكل ما نقوم به وكل أعمالنا وكل ما يحدث في الكون يبدأ بنية حتى مصيرنا في النهاية يتشكل من خلال أعمق نوايانا ورغباتنا حسب الدراسات الحديثة، وجدوا أن النية قادرة على التأثير بعمق في جميع جوانب حياتنا لو نويت أن تبدأ مثلاً بأي عمل أو نويت بالنمو والازدهار في مجال ما أو العمل على تغيير واقع حياتك أو التوسع أو أي يعني ما كان الهدف كيف ما كان الهدف كل ما كان الهدف محدد واضح فإن النية تدعم الهدف من الداخل النية مقترنة بالعمل أو بالهدف فالنية تقف كخلفية واسعة وعميقة للعمل مع الهدف فإن النواية تلقي بالضوء على المسار أمامك حتى لو لم يكن مرئياً أو مرسوماً بوضوح فتحديد النية مرتبط مع ما تريد الوصول إليه يعني هدفك بالتحديد، النية مقترنة بالعمل، بالهدف مع وضع النية تبدأ عملية تناغم ذاتك وكيانك وحياتك مع رغبتك وكأنك وضعت نظام كوني لما تريد ستبدأ أفكارك ومعتقداتك وحياتك بالتشكل إما بالبقاء لخدمتك أو التفكك للذهاب وهذا ما يضعه أو ما يصفه المألف هنري كلاود بأنها نهايات ضرورية بوعي أو دون وعي في كتابه نهايات ضرورية فوجود نية يجعلك أكثر دراية بأفكارك وأفعالك ولهذا السبب نضع نية سبب وضع النية يمكننا من تعديل سلوكنا واتخاذ قرار حكيم ونركز أكثر على ما سنفعله بعدها ستبدأ أفعالنا تباعا تسير وفق هذه النية وكأنها خريطة وكأن النية بترسم خريطة لعقلنا الباطن ليتتبعها وندرب عقولنا على اختيار أفكارنا مع قوة النية الدافعة تظهر الفرص التي تتوافق مع هذه النية ويتعرف عليها عقلنا كخطوة على الطريق الذي يؤدي إلى ما نريد حقا حسنا كيف أضع أو أعقد نية في البداية أضع النية بكلمات واضحة حسب الهدف الذي أريده أضعها في تفكيري وأقولها بلساني المهم أن أقولها وأنا لا أحمل مشاعر حسرة أو تمني النية التي تضعها تكون نية تعبر عن شخصك عن قيمك وتحتفظ بها لنفسك وكأنك تزرع بذرة في مكان موثوق وثابت وتتركها هناك وتنسى الأمر أمثلة عن النواية التي تدعم الأهداف مثلاً أنوي أن أعتني بجسدي وصحتي من خلال هدف محدد والذي هو عمل تمارين ثلاث أيام في الأسبوع مثلاً مثال آخر أنوي أن أكتسب معرفة جديدة وأوسع مداركي من خلال هدف قراءة كتاب كل شهر أنوي أن أكون متناغمة مع مشاعري من خلال هدف اللي هو عمل تمارين تنفس مثلاً لمدة خمس دقائق كل يوم أنوي أن أتسامح مع نفسي والآخرين من خلال هدف التخلي عن أناس وجودهم لا يخدمني وهكذا هي النية مقترنة بالعمل أو بالهدف الذي أريد بعد ما أعقد النية وأقولها بلساني أتخيل كيف سيكون حالي عند حدوث ما أريد ما هي المشاعر التي أعيشها والمشاعر الجيدة تساعد في تحقيق النية يعني عقد النية مقترن بمشاعر رضا وتوكل وتسليم أسمح لنفسي بالتواصل مع هذه المشاعر وتجربتها وتذكر في الآخر أنت المتحكم في نواياك كل ما كانت النية جيدة المقابل جيد في النية نركز على ما يمكن أن أضيفه لحياتي مقابل ما أود التوقف عن فعله بعدها أطلق هذه النية أطلقها في السماء وكأنك أطلقت نمط نشط في وعيك وستبدأ الظروف والأحداث بجعلها حقيقة واقعة تبدأ في جذب الموارد والأشخاص المناسبين لك دون علمك مع النوايا لا يمكننا معرفة ما نتوقعه تماما فقط علينا التخلي عن السيطرة والسماح للظروف والأشياء أن تكون وأن تأخذ دورها وكما قلنا أن أنت تغذي النية بالقوة عندما تأتي من بقعة رضا وتسليم بدون معرفة توقيت أو تفاصيل أنوي أن يعمل كل شيء كما ينبغي ثم أتركه وأسمح للفرص أن تأتي في طريقك وستأتي كما أرادها الله ها هي النية لا قواعد لا بروتكولات ولا تقوص بكل بساطة هي الدليل والمرشد الخفي يعيدك إلى المسار الصحيح ويحدد نوع حياتك فالحياة الجيدة والصحة والحب والثراء لا تأتي إليك عن طريق الصدفة بل أنت تناديهم بنواياك وأفكارك وأفعالك فما هي نيتك لهذا اليوم أنا من جهتي أنوي لكم كل الحب والسلام شكرا لكم